موسيقى الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وسنقرأ نص الرواية كان جالسا فجاءه شخصا وقال بأن كعب الأحبار هذا اليهود المعروف الذي أظهر الإسلام هذا يقول بأن الكعبة تسجد كل يوم لبيت المقدس تصوروا الكذبة الكبيرة اليهودية أصلا فالامام قال له وأنت تقول بذلك أو شون رأيك أنت أيضا قال نعم قال كذبت وكذب كعب الأحبار هاي شدة شخص كالامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عبر عنه بكذبت ليش الحقيقة ينبغي أن تصان هنا موطن الشدة مو موطن الرخاء ومو موطن اللين ها هنا موطن الشدة وليس موطن اللين كما هو واضح وإلا سيكون الدين في مهاب أعاصير المتلاعبين ففي صحيح زرارة هذا كتاب الفقه الحج المجلد ستة وأربعين ففي صحيح زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر أي الباقر عليه الصلاة والسلام وهو محتب مستقبل الكعبة فقال عليه الصلاة والسلام أما أن النظر إليها عبادة فجاءه رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عامر أو عمر فقال لأبي جعفر عليه الصلاة والسلام أن كعبة الأحبار كان يقول أن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غدات تسجد فقال أبي جعفر عليه الصلاة والسلام فما تقول فيما قال كعب الأحبار فقال صدق صدق القول ما قال كعب الأحبار فقال أبي جعفر عليه الصلاة والسلام كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب قال زرارة ما رأيته استقبل أحدا بقول كذبت غيره أي غير هذا الرجل الأصل هو الرفق هو اللين الأصل الأصيل لكن يستثنى من ذلك مثل هذا المورد إذا الشخص ابتدع بدعة في الدين فنقول له كذبته نقول له ابتدعته بدعة في الدين هذا مستثنى من ذاك العام أن يجبه الإنسان الناس بمر القول خلاف الأصل أن يسبهم بلا شك خلاف الأصل لكن هذا المورد من المستثنيات إنه عد فرضا سبه يقول له كذبت أنت قاعد تدخل في الدين ما ليس في الدين تجعل فيه وتدعي نسبة شيء إلى الدين وليست هي من الدين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر